تعيش مملكة البحرين في أجواء رحبة من التعايش والتسامح الثقافي والديني في ظل رؤية ملكية سامية ونهج حضري يعكس نهج رسالة البحرين للسلام السلام والتعايش رسالة بحرينية متجذرة في الثقافة والقوانين البحرينية ورسالة السلام البحرينية تبرز ملامحها وتتجسد في التناغم الكبير بين مختلف الديانات والثقافات التي تعيش متجانسة في واحة سلام كبيرة ترعاها رؤية ملكية حكيمة ترى في الإنسان مهما اختلف في دينه ومعتقده وثقافته إنسانا يستحق أن يعيش حياته كريما وحرا في بيئة رحبة ومجتمع متسامح مع الجميع هذا التسامح نراه في البحرين ونرى أن حقيقة الأفراد في العائلة وفي المذهب والدين والعقيدة وأسع من ذلك متواجد وشي نفتخر به لأنه يعطينا الشعور بالأمان الأمان أنا تحدث مع زميلي إذا ما كان أخي في الدين في الدنيا كذلك إنسان بشرية جدا هذا الموضوع حقيقة نراه في البحرين ونشجعه ونشعر أن الإنسان عنده الحرية يتحدث والتعامل والتفاعل إن كان عندك عقيدة أو دين مختلف أو عرق مختلف ومذهب مختلف وهذا يعطيك الشعور بعمق أن هناك فيه أمان وفيه سلام وهذه رسالة السلام حقيقة أن الدولة من قصرة وفيه طبعا مركز الملك للتعايش والسلام هذا المركز الكبير يعطيه دور كبير لهذه الإيماءات وإعطاء الشعور للناس كلها أن نحن ترجع الدين في هذا الشيء إعطاء الحق للفرد أن يعبر عن نفسه إن كان مذهبيا أو دينيا أو عرقيا أو شكليا أو بلديا من أي بلد أو شيء جدا جدا رائعي أولا أحب أن أشكر الملك على توجيهاته عن هذا التسامح يعني صراحة بيب لكم قصة أن أنا عشت في المنامة واشتغلت في المنامة طول هالسنين ولا مرة وحدة وطبعا الجماعة كلهم يعرفون أننا نحن يهود ولا مرة وحدة حصلنا أي شخص يعطينا أي كلام سلبي عن مثلا يعني أنتم يهود أو شيء كذا يعني هذا خلينا نقول تستمنت إلى البحرين أن التسامح موجود الصراحة في نفس الوقت اليهود اللي موجودين هنا عاشوا مع العائلات البحرينيين مع المسلمين ومع المسيحيين ومع الهند وعاشوا مع بعض فشافوا أن هم مشتركين معهم ومدمجين وياهم لأن حسنا أن الثقافة أهم من أي شيء ثاني يعني إذا عادتنا نفس الثقافة العادات الأخرى هذا اللي خلينا نكون مع بعض رحابة الفكر والبصيرة النيرة لدى مجتمع مملكة البحرين أثمر وعيا وثقافة مجتمعية متسامحة متصالحة تقبل في رحابها التنوع والتعدد والاختلاف في الأفكار والأديان والثقافات السلام والتعايش رسالة بحرينية نبيلة تجسد روح التآخي والتعايش الثقافي والتناغم الاجتماعي بروح وطنية مخلصة ورؤية ملكية سامية تجسد أسمى معاني التعايش الإنسانية يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر